شباب الحياة المبادرات الشبابية والعمل الجمعياتي في شباب الحياة على الحياة الفام المبادرات الشبابية الجماعية المحافظة على البيئة والطبيعة بالقيروين الكلب بارامتنا هي جمعية أبنك ونهدف أن نحافظ على البيئة والطبيعة متعنا في نفس الوقت نكونوا الشباب واعين بكيفية المحافظة على البيئة والطبيعة متاحهم وفي نفس الوقت نعلموهم حاجات في الصفت سكيلز وحاجاتينا جميعا يستعملوهم بحياتهم في المستقبل معناها البيوت الأساسي بتاع الكلب هذا انو يعلم الشباب اليوم انو كيفي يحافظ على البيئة سلتو تاوه عنا الكلامات تشينج عنا برشا ما خاطر باية قاعدة تستانى فينا قاعدة تستانى في شباب تاوه معناها تحاولوا تكونوهم وتوعيهم بالقيمة متاع الطبيعة تاوه في وقتنا نحن وشنوما ليزاكسيون اللي عملتوه مش تحافظوا على البيئة شنوما ليزاكسون اللي عملتوه بصفة عامة باي اول حاجة مش اول تيب متع ليزاكسيون مش نحكي عليه هما حملات النظافة حملت نظافة نخدموهم على شكل دي سيكل مثلا كل شهر حملة في كل بلاسة من بلايس القروين نختاروا بلاسة واللحومة نعرفوها اللي هي تطلب باش كون ينظافها ونمشيولها ووقتنا نتليهوا بها بالطبيعة البلدية تعاوننا بكل شي بالماتريال وكل شي وعنا الافكتيف بهي برشا وكبير برشا وبطبيعة فم عبيد اخرين في الشارع يجيوا يعاونونا وكل شي وتنجح لكسيون كما كيك ونوعية اخرى من لزاكسيون هما كيما لي كونفيرانس مثلا خدمنا اكسيون اسمها اوبن داي جبنا عبيد عملين لهم ديزاكتيفيتاي وديزاكتيفيتاي ثم يوعيوهم وينشطوهم زيادة بشي عكو اكثر على البيئة وطبيعة في نفس الوقت اه يخذوا نوع من الوعي اه توجيه انهم كفيش يحافظوا عليه. وايدم شنية انجح اكسيون انتي تراها بنت بليك اه وشطوية وكيب نجم تعطينا هكا اكثر ديزاكتيفية عليها. بحي انا بش اه نعطيك اللي اكثر حاجة اه ناجحة طوة هي مثلا حملية النظافة على خطرها اه وقتاللي العبيد تراك في الشارع كفيش انتي تنظف وإلا تراك جروب انت عبيد صغار قاعدين ينظف يعملو في افور. اه وحادهم وحادهم مارات يجيوا ينظفوا معك. وإلا مارات وحادهم وحادهم يقول لك اعطيني اعطيني من عشنا المسح اعطيني معناها نعاونك وإلا حاجة. ومرات اصلا عبيد تبدأ في حواناتها جي تعاون بتبيب اسمي خاصتانك يتبدأ في مصيف ولا حاجة كما كيكا. دونك يبدأوا يعرفوا هما اللي العبيد قادة تعمل في افور بش تحافظ على البيئة والطبيعة. ووقتها تولي هي معاشة المسخ في الشوارع وتتوصل لبيوت متاعك اللي هو التوعية. فهمت ذي كنه. ايو معناها انتو قاعدين تاخد من قطلي في حملية النظافة بصفة اساسية. وفل قلتلي ازاي تعمل دي جوني وفيرت كما اوبن دي. اه معناها ذي الكل قاعدين تعمل فيه وحادكم. فماش كن قاعد يعاون فيكم. قاعد يساند فيكم. كو سواب معناها ماترية الماء ولا حتى بسيكولوجيك ما. مه. اه اللي قاعد يعاون فينا بسيكولوجيك ما وبالماترية لكل شي هي الكلوب برامتان ابنك. تجا هما عندهم دي بارتنير اللي هما يخولوا لهم انهم يعاونون بتوسكيه متريال توسكيه حتى بجيه تا اي اكسيان ولا حاجة كما كيكا. وكل كل اكسيان عاملوها بطبيعا نلقاو التمويل وقالا نلقاو المعاونة من عند الكلوب برامتان ابنك. هو اللي يعاون فينا اساسيين فمتلك. وقدم نحن فينا نلقاوكم اسكن عندكم لوكال واضح نجمو نجمو نلقاوكم غادي بش نعاونوكم ولا موجودين على ليريزو سوسيو. هاي ليريزو سوسيو عنا فيسبوك وانستاقرام اه ابنك ليدرز اسم الكلوب متاعنا وكل شي واللوكال في الحي التجاري غادي اسم النهج بضبط اه نعرش بضغط اما ام في الحي تجاري. اه حاصل اه لتنا تلقاونا زادا في اليريزو سوسيو وحاكينا بداو عنا اكسيان ولا حاجة كما كيكا تقول اذا فيش وتنجمو نجيو وتعاونونا اذا كان في حملة نظافة ولا في اوبن داي ولا حاجة كما كيكا تنجمو نجيو دي بنيفول فهمت. والنيس ذوما اللي بنيفول معناك يحبوا ينخرطوا في الكلوب هيدا كيفية عمو اسكو عندكم ريكرو تمام فيكس وقته بشي سير ريكرو تمام بتاعكم. باي. اه تنجم تدخل اه اذا كان نراوي انو البنيفول اذاك وكل شي وبالحق معناه مستعد انو يشارك في الحملية متاعنا اه مش كبنيفول كممبر وقتها ينجمي يكونتكتي لبرزيدان اني وزكري عبداوي اه وقتها ينجمي يدخل ولي ريكرو تمام نشوفوهم اه وقت اللي يبدع عنا بزوان متاع افكتيف ونهم برمت عباد معنا فمش توادات اه الحقيقة معناها فيكسي اما على قريب ان شاء الله. و ايضا اذا في اخر الاسألة متاعنا اليوم اه فيش نوع عاونك انتي لكلوب في حياتك شنوع قدملك. باي انا المعنى بش نحكي برسونال مان ابنيك ليدرس هو اول كلوب دخلتو في حياتي معناها نذكر راحي اول ما دخلت له عملت اول فرماسيون زتا في حياتي اللي هي تكنيك دو كومينيكاسيون اللي هي طوى عاونتني بش نجم نولي نحكي بالباهي وعاونتني بش اه معناها روحي اكثر واكثر ومع هذاك اخرين اللي هما في اه تابع البيت متاع اللي هي المحافظة على الناتور والانفيرنمون. نعرش مثلا فما اللي عاونوك كيفش تصنع سمادك وحدك في دارك كيفش من الفضلات اللي انت تعاملهم على في دارك تصنع بهم سماد لنباتاتك وقلا يهزوا الحملات متاع تشجير بتوال تتعلم كيفش تزرع تغرس اشجار بليتو. برشا حاجات تتعلمهم في الجماعية هادية. وصفت سكيلز زيطا ما ننسى وهمشي على خطر كونك انت خرجت وعاونت في الحاجة لديك مش تحكي مع بيد اكثر ومش تعاون ومش تعمل برشا حاجات. انت بنتي شنية رسالتك لشبابنا اللي حاول انه يدخل على البيت السوسياتيف ولا يحاول انه يعاون في اولا مش نحكي على كيفش انك تدخل في حملة متاعنا اضافة ولا في اي اكسيون كبنيفول تعاونك بش ممكن بش تدخل حتى كي بش تدخل الفاك في المستقبل تجب تقول لهم اللي انا عاونت فاك الحملة هذيك وإلا شاركت في هذيك وفي بصفة عامة راهو اي كلاب بش تدخلو حتى اذا مهما كان البيوت متاعه راهو ينجم يعطيك السكيلز اه حتى اذا كان البيوت متاعه ما هو شي اولا انه يكونك في السوفت سكيلز. ينجم يعطيك السوفت سكيلز جست من انك تقابل العباد اللي ما امبر اللي معك وتشارك معهم في ديزاكسيون اخرين. اه سو ننصح العباد الكل اللي يحبوا يدخلوا في الفياسياتيف. اه يدخلوا الكلوب اللي يلقوا حل ركوتمان بل بوسيبل ويستغلوا الفرصة هذي وكل شاي بش يديفلو بيور ورواحهم يحصلوا من رواحهم اكتر. وتوا خليولو بتمنت الخيطين ايضا لش كونت حب تقدم تاحية. حب من مقدم تاحية اللي ممبر بتاع الاسسيسيون الكل. ليسينيور ليسينيور والجونيور والبيرو زيدا بتاع الابنيك ليدرز. ويعطيك صح. اي عايشك ايدم العبيدي. شكرا على قبول الدعوة. توا نحطو لاخر حصتنا اليوم استضافنا معنا الابنيك ليدرز وينلي مثلهم ايدم العبيدي. حكينا على قيمة الابنيك ليدرز انها قاعدة تحاول تحافظ على البيئة. خاصة نواجه على رهاية مشاكل بيئة توا في العالم كامل مش في تو مسكاهو. آآ.. نقدم لك تاحية ايدم وقدموا تاحية الابنيك ليدرز الكل. لديصور اليوم مستمعينا فهمت وقيمة معناها العمل الجانعياتي في المحافظة على البيئة في التطوير الذاتي بتاع زيد انتال المامبر يلي موجودين في القروين وحتى في خارج القروين. آآ نكونوا اختي توا خلطنا لاخر حاستنا باي باي كان معاكم حامودة منوران بيلول. ان شاء الله في حاسة جديدة. شباب الحياة المبادرات الشبابية والعمال الجمعياتي في شباب الحياة على الحياة الفان